أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني اليوم الفيديو عن تحلاية كتير طيبة وسهلة وبسيطة الشارلوت الشارلوت هو عبارة عن بسكويت السافويار او اي بسكويت انتو بتحبو بيكون هيك محيط بحشوات مختلفة اليوم هنعمل حشوتين طبقتين من جوا كتير طعم طيب وطريقتن سهلة حلي وبسيطة اوزين وشايفين القالة بكتير شكله حلو وانيق وفينا كتير نتفنن بهيك انواع من الحلويات بالديكور بالزينة فينا نحط فواكي فينا نحط طعمات يعني ما الى اول من اخر رح نبدأ بتحضير الحشوة الاولى كوب من الكريمة ممكن نستعمل كريمة سائلة او كريمة بودرة كريمة بودرة منخفقها مع كوب كريمة بودرة مع كوب حليب بارد ضفت للكريمة المخفوقة شوي من القناج القناج الابيض ممكن ما تضيفوا قناج بس بيعطينا كتير طعم طيب قناج شوكولات البيضة وحضيف كمان ربع كوب من مرباء الفراولة مرباء الفريز هالحشوة كتير طيبة وبخلطن هيك مع بعضن بصير لونة تقريبا على وردي هلا بدي حضر الجيلاتين عندي معلقة كبيرة ممسوحة من الجيلاتين رح ضيف عليها ثلاث معالق مي عادية وحرقون شوي واتركون على جنب بعد دقايق بصير الجيلاتين هيك سميك بهذا الشكل لحط ماء ساخن بصحن ودوب الجيلاتين واللي بحب يستعمل المايكرويف بصير بخلي هلا ديقتين بيرجع الجيلاتين سائل بهذا الشكل رح ضيف الجيلاتين فوق هالحشوة اللي عملناها بضيفهم عبر مصفاية صغيرة حتى اذا في اي كتل بالجيلاتين تخلص منها وبحرك الجيلاتين داخل هالحشوة صارت عندي الحشوة جاهزة هون عندي الرينج او ممكن استعمل قالب للشيز كيك او حتى اي صينية او صحن بيريكس حطيت له بتفور او بسكويت السافويار الوصفة بتلاقوها بالقناة بالتفصيل بصندوق الوصف وضفت الحشوة الاولى وحطها بالبراد ساعة لحتى تتماسك الطبقة التانية بنفس الطريقة عندي كوب من الكريمة حضيفه على مربا البلاك بيري ممكن اضيفه اي مربا انتو بتحبوه وضفت شوي من القناج اختياري القناج بيعطيني هلا البلاك بيري لون تاني بهذا الشكل نفس الخطوات تماما خطوات الطبقة الاولى او طعم المربهات طعم كتير مميزة وكمان اعملت معلقة من الجيلاتين دوبتها بالمي وبعدين بالماء الساخن وضفتها فوق هالحشوة وحطيتها فوق الطبقة الاولى او كمان رح اتركو يتماسكو بالبراد ساعتين ثلاثة بصيرو جاهزين ممكن نعملو من قبل بليلة بس يتماسك القالب بهذا الشكل بفك الرنج او قالب الشيس كيك بسهولة بيطلعو شكله كتير حنو وبتبقى الزينة على كيفكن من زيين بريبان من زيين بالفواكي بالشوكولات حتى بدون زينة كتير طيب جربو وفشوفكن بالفيديو الجاي